سالي لزليف أهلا وسهلا بيكو شباب وبنات الصف الثاني السنة أهلا بيكو على قناة بروفيسير أونلاين في الفيديو ده أحل معاكم الامتحان 13 من كتاب مرسي لعام 20-24 الترم التاني في فيديوهات قبل كده حلنا بعض الامتحانات وإن شاء الله هنكمل جميع الامتحانات متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلكوا جميع الفيديوهات الجديدة تشوف مع بعض أول حاجة الوثيقة الوثيقة هنا عندنا عبارة عن إعلان عمل محل ملابس اسمه النور بيقول بوتيك النور يعني محل ملابس اسمه النور تانتا في تانتا ريب دي لاجار يعني شارع المحطة فيتماو بوغام يعني ملابس للرجال فام السيدات وأنفور الأطفال شو سير دي سبور يعني أحزال الرياضة ويكوتشات جميع المركات اشتري بانطالون يعني اشتري بانطالونين وهتحصل على هدية مفتوح كل الأيام يعني من الساعة عشرة من الساعة عشرة غاية الساعة تلاتة وعشرين سوف لفندردي معادة يوم الجمعة بيكون مفتوح دي أونزر من الساعة أحداشر جس كا إلى الساعة واحد وعشرين شوف كده الأسئلة مع بعض يعني الوثيقة بتكون يعني إعلان يعني بريد إلكتروني اللي هي البطاقة المدرسية ودي بتكون عبارة عن صورة الطالب ويالبيانات بتاعته طب نشوف كده السؤال التاني يعني المحل بيكون مفتوح يعني كل الأيام يعني ستة أيام أسبوعيا يعني قبل الساعة عشرة يعني بعد الساعة تلاتة وعشرين طب الإجابات دي كلها بودو هتلاقوه متخططة في الوثيق يعني بيغلق أبوابه يعني الساعة واحد وعشرين رقم أربعة يعني في المحل هنا دي زاكسسوارات دي مبل أساسات هنا دي دي كوراسيو يعني دي كورات تشوف الوثيقة اللي بعدها الوثيقة هنا بدأ بسؤال يعني أي المهام المنزلية انتو بتعملوا ده سؤال التاريح وفيه ثلاث أشخاص بيجاوبوا على السؤال ليه وآني وكلوت ليه بتقول يعني والدتي بتعد الواجبات ارجمي لاتبل وانا أعد السفر أبريل ريبا يعني بعد الواجبة جي في لا فيسل يعني أنا بخسل أدوات الطق لمتا في الصباح جي بس لسبراتير يعني أنا بكنزبي المكنسة الكهرباء تعلب بارتيمون في الشقة جي سوي إيبار ديناميك أنا بكون نشيطة جدا كما سير بريجيد مثل أختي بريجيد هنا آني بتقول يعني أنا بعشق المطبخ جيد ما مير أبري باري لدجني يبا هنا أنا بساعد والدتي في إعداد الغداء جي سوي إينا بان كورزينيار يعني أنا بكون طباخة ماهرة جي نمبابا سي لانسبيراتير أنا مش بحب الكنسة بالمكنسة الكهرباء عوان دالي علي كل يعني قبل الذهاب للمدرسة جي رانج ما شامبغ يعني أنا برتب قطي جي في من لي وبعد سريري أو بمعنى أن أنا برتب سريري أكيدا كلود بتقول جيم ري باسمي فيتمون يعني أنا بحب كوي ما لبسي جي رانج من بيرو يعني أنا برتب سريري اي مو نار موار ودولابي عوان دي كيتي لاشامبغ قبل ما أغادر الغرفة جي في دي شوبينج يعني أنا بتسوق برمامير لأمي لابنشوف كده الأسئلة كلود أم كلود بتحب فرد الشوبينج يعني بتحب التسوق هنا فرلا كوزين يعني تطبخ هنا فرلا فيسل يعني تغسل أدوات المطبخ هنا باسي لاسبيراتير يعني تكنس بالمكنسة الكهرباء شوف السؤال اللي بعده أنا نيمبا أنا مش بتحب باسي لاسبيراتير يعني هي تكنس بالمكنسة الكهرباء برضو الإجابات دي هلقيه متخططة في الوصيق شي ليا يعني عند ليا اللامير لأمي يعني هي اللي بتجهز الواجبات وكم تمانية ليا بتكنس بالمكنسة الكهرباء هنا اللامتان يعني في الصباح السؤال بعد كده نشوف بقى المواقف سؤال سؤال بيكون طالب منك إنك تختار إجاب تنصح لازم طبعا نحدد مين اللي بتكلم في الأول ومين اللي بتكلم في النهاية بيقول لك تكنسة يعني انت بتنصح تنفرير أخوك بور رسير علشان ينجح انت هتقوله إيه؟ بانت بتنصح أخوك عشان ينجح هتقوله إيه؟ رفيزة تليسون يعني راجع دروسك أو هتقوله إيكوت بيان تي بروفسير يعني اسمع كويس للمدرسين بتوعك طبعا نترجم بالاختيارات عشان نعرف إحنا اللي اخترنا لتنين دول بالزات هنا نايتو دي بابيا يعني ما تذكرش كويس بارلان تلاس يعني اتكلم في الفصل في ديسبور يعني مارس الرياضة هنا رقم عشرة يبقى انت بتدي رأيك في شقة صديقك انت هتقول إيه؟ طبعا الشقة دي مفرد مذاكرة هقول عليها إيه؟ يعني هو يبقى إيلي بيع ميبلي يعني الشقة بتكون متأسسة كويس هنا ميبلي جاية من كلمة ميبلي اللي هو الأساس هنا بيع ميبلي يعني متأسسة كويس إيلي غانجي يعني برضو الشقة بتكون مترتبة نترجم بالاختيارات هنا إلي جانتي يعني هو بيكون لطيف ديم بتوصف شخص إلي بيعن لوكي يعني هو بيكون بمزهر كويس برضو بتوصف شخص إلي سبارتيف هو بيكون رياضي رقم حداشر يعني انت بتسأل صديقك عن عن الدكرات في غرفتك هو هيقول إيه؟ يبقى هنا صديقك بيسألك عن الدكرات اللي في قطتك هو هيقول إيه؟ هيقول أفكوا يعني بإيه؟ تي ديكور تشامبر انت بتزين قطتك أو هيقول كالديكوراسيون يعني أي ديكور اللي يعني دان لشامبر موجود في الغرفة نترجم بالاختيارات هنا أي الأساسات بتوجد؟ هنا كم من الغرف بتوجد؟ هنا ما تنفيزيك له مزهرك الجسطي نترجم بالاختياري الخاص بالجرامير ما سير بريفير يعني أختي بتفضل لش سير الأحزية أتالو البجعب طبعا هنا بتاخد حرف الجرى A هي كلمة جامعة A بس مناخد بالتصبع بحرف الجرى A رقم 13 يعني أنا سوف أرتدي سير كستيم هذه البدلة كلمة كستيم كلمة مفرد مذكر ومبدوقة بحرف ساك هنا دي طبعا صفات الإشارة هنا دي ست بتيجي قبل الاسم المفرد المذكر المبدوقة بحرف متحرك هنا ست بتيجي مع أي مفرد مؤنس هنا دي بتيجي مع أي جامعة سؤال رقم 14 هنا كلمة بلي يعني أي الأساسات التي تتيع دون تشامبر انت عندك في قطتك كلمة مبلة كلمة جامعة مذكر تاخد كلب الشكل ده طب كل الكلب الموجودة عندنا دي معاناها ماء أو أي خلاص دكر بس دي بتيجي مع الجامعة المؤنس دي بتيجي مع المفرد المذكر دي بتيجي مع المفرد المؤنس رقم 15 يعني أنا بعشق حمام السباحة هاختار اي بقى هنا ده هنا زمن الماضي القريب اللي هو الفاعل بقى كده تصريف فير بفنير مع الفاعل ده بقى كده الفاعل في المصدر خلاص دكر طب الفاعل اللي عندي في المصدر هنا آآ فاعل زود امرين طب بعمل فيه ايه الفاعل زود امرين طب الفاعل هنا بيكون في المصدر لكن الضمير هنا بيتغير حسب الفاعل وانا الفاعل عندي جه يبقى هتبقى خلاص تمام بقى أنا استحميت أو عمت يعني طب نشوف رقم 16 سي بانطالون هذه البانطالونات جه في نقطة اشتي يعني أنا سوف اشتريهم هنا السي بانطالوك كلمة جمعة هتاخد ليه بالشكل ده ده دمير غائب دمير مفعول غائب جمعة رقم 17 اللي شو سير يعني الحزاء عايزين نقول بقى ايه الحزاء بيكون اكثر اناقة من الصندر طب هنا الصفة اللي تيجي هنا يبقى شكلها ايه طب احنا عندنا بعد السي دايما الصفة بتكون مفرد مذكر خلاص داكر بعشان عندنا سي هنا الصفة اللي هتيجي هنا هتكون مفرد مذكر اللي هي اللي جون يعني بيكون اكثر اناقة من الصندر طب نشوف مع بعض الميل صالي صالي افكي تفى لبوتيك يعني مع مين انت تسوق او لقى جفى لبوتيك افك مامير يعني أنا تسوقت مع امي او ممكن اقول مزامين مع اصحابي كسك تياشت يعني انت اشتريت ايه او لقى او لقى طبعا اي ملابس تاني انت حافظها اسهل من كده فيش مشكلة اكتبها نشوف بعد كده السجي يكون طالب منك انك تكتب من خمسة وعشرين لثلاثين كلمة بيقولك يعني اوصف غرفتك وعايزك تستعمل الكلمات اللي ما بين الاقواص المبل الاساس يعني عايزك تتكلم عن الاساسات والديكوراسيوع الدكورات هقولك ماشامبر اي جراند يعني غرفتي بتكون كبيرة اي مودرن وحديثة الصفة هنا مؤنسة والصفة دي بتجي مع المؤنس والمزاك دان ماشامبر يعني في غرفتي إليان انجران لي يعني بيوجد سرير كبير ان بيرو مكتب ينشاز وكرسي إليا اوصي وبيوجد ايضا اون تابيس جادة سو لي بيرو يعني تحت المكتب يين لامب وابا جورا سور لي بيرو فور المكتب كده نكون انتهينا من حل الامتحان شكرا اللي سمعكو متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توسلكو جميع الامتحانات الجديدة لو حسيتو انكو استفدتوا من الفيديو اشتركوا في القناة